وصل الرئيس الإيراني وحسن روحاني يوم أمس الأربعاء إلى باريسا لمؤصلة جولته الأوروبية وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني بعد تنفيذ اتفاق نووي شامل حيث قال روحاني أن هذه الزيارة فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي سيكون الرئيس الإيراني الوحاني اليوم الخميس خطابا لرجال الأعمال في باريس كما سيحضر مؤتمر صحفي مشتركا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وفي يوم أمس الأربعاء أجرى روحاني ووزير الخارجي الإيراني محمد جواد ضريف محادثات مع وزير الخارجي الفرنسي لغان فابيوس ووزير الاقتصاد الفرنسي مانويل ماكران وكذا رجال الأعمال الفرنسي ووفقا لتقارير وكالة فرانس بيرس أعرب روحاني عن رغبته في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومن المتوقع أن يتم التوقيع بين الجانبين الإيراني والفرنسي خلال زيارة روحاني هذه على سلسلة من اتفاقيات التعاون في وجالة النقل والاتصالة والطاقة والزراعة وقبل وصول روحاني إلى باريس أعلن الجانب الإيراني عن صفقة شرائه لأكثر من مائة طائرة جديدة من شركة إيرباس والجدير بالذكر أن العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران لفترة طويلة حالت دون اقتنائها للطائرات المدنية الجديدة وقطع غيارها وبالتالي فإن تشكيلة طائرات الخطوط الجوية الإيرانية تقدمت مع الزمن وتجاوزت مدة الخدمة الفعلية لذلك فإن إيران بحاجة لشراء ما يصل إلى خمسمائة طائرة ركاب في السنوات القليلة المقبلة وبعد رفع العقوبات عنها تأمل الكثير من الشركات الفرنسية لصناعة السيارات وكذا قطاع الفنادق تأمل في العودة إلى السوق الإيرانية اشتركوا في القناة